لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ما حدث أن الجيش أدان نفسه بنفسه حقيقة أدان نفسه بنفسه من أجل تبرئ التوفيق جمع إذا كان ما حدث في ذلك الوقت اتهم هؤلاء بالمؤامرة على قيادة الجيش على الجيش وسلطة الدولة وكذا وكذا وبعدين هاو البيان اللي خرج من وزارة الدفاع تحدث عن تهم أخرى على كل حال أنه في ذلك المرحلة المؤسسة العسكرية قالت بقيادة الجيد صالح قالت بأن هؤلاء تآمروا على المؤسسة العسكرية وتآمروا على سلطة الدولة وقلب نظام الحكم لا أدري يعني أنا ويتكلموا على قلب نظام الحكم هو أصلا نظام الحكم الشعب خرج ضده اللي كان قائم أنا ذاك المهم هذا لا يهم كثيرا المهم أن ما حدث أن المؤسسة العسكرية أدانت نفسها معناها النقطة الأولى أن القضاء في تلك الفترة كان قضاء تليفو أن ما فيهش قضاء عسكري من المفروض حتى القضاء العسكري في الدول الآن وفي ظل القوانين الدولية ما فيهش شيء اسمه قضاء عسكري ما فيهش قضاء عسكري وما فيهش ناس مدنيين يحاكمون في القضاء العسكري من المفروض كان يحاكموا في قضاء مدني حتى لو كان الأمر تعلق بسلطة الجيش لأن السعيد متفلق مدني توفيق مدني الوزحان المدنية أو الأمر الآخر ترتاج جنرال أيضا متقاعد مدني من المفروض يكون محاكمتهم في محكمة مدنية ولو يستفي محكمة عسكري ومعناها أن الجيش في تلك المرحلة أنه ادخل في القضاء أن التهم التي وجهت المؤسسة العسكرية لهؤلاء هي تهم باطلة أن المؤسسة العسكرية تظلم ومن ظلمت بهذه الطريقة من ظلمت ظلمت رجالها ظلمت اثنين جنرالات كانوا في المخابرات وكانوا مسكين المخابرات معناها أقوى ناس في جهاز المخابرات وجه لهم الجيش تهمت التعامر وما إلى ذلك قد يقول الواحد أن القيد صالح هو اللي دار حاجة القيد صالح مش وحده معه ناس قيادين من بينهم شنغريحة معناها شنغريحة متورط في هذه القضية في هذه القضية التي رأى القضاء العسكري بأنها ملفقة وعطاهم البراءة التامة لم تكن إدانة مثلا سرسي سنة سنة ونصف المدة اللي بقوها في السجن ما شكليا شكليا ولكن البراءة التامة التي تعني رد الاعتبار التعويض على الفترة التي قضوها في السجون وما إلى ذلك بل أنه يحق لهم متابعة المؤسسة العسكرية في القضاء يحق لهم متابعة المؤسسة العسكرية في القضاء لأن ما حدث هو باسم المؤسسة العسكرية وليس موقف شخصي من الجيش تصالح ما راح شرفع دعوة قضائية بأن هؤلاء تأمروا علي إيا وأنا قائد تشكيل أو شيء من هذا القبيل لا القضية راهي من طرف المؤسسة العسكرية لذلك هؤلاء يحق ولكن طبعا لن يفعلوها لأن هناك صفقة إذن إخواني شفت البيان صدر أنه توفيق خلاص رسميا أنه لم يكن خرج تم الإفراج عنه وهو غير موجود في السجن موجود في بوشاوي منذ فترة الويزة حنون أيضا مفرج عنها أنها من قبل إذن بصفتها أنهت المدة العقابية تاها من تسعة شهور وحكم لها ثلاثة سنين فيها النافذ وفيها غير النافذ وأنهت مدة عقوبتها بطرطاك الإبقاء عليه في السجن عنده قضية أخرى في المحكمة العسكرية في البليدة السعيد بوتفليقة راح يحاولوه يتابع مصيره لأنهم لا يعنيهم في شيء يتابع مصيره في القضاء المدني ونقول تهاريكم من قبل أنه سعيد بوتفليقة لا يعنيهم شيئا ترطاك الإبقاء عليه في هذه الطريقة عنده حسيفة مع شنغريحة وبعض القيادات اللي موجودة في المؤسسة العسكرية ونحن نعرف راني ابن المؤسسة العسكرية أنه دائما الضباط عندهم حسيفات مع بعضهم بمجرد ما يسقط واحد وتكون في الثاني القيادة ينتقم منه انتقام شديد وهذه عشناها ونعرفوها ويجي نهار ونتحدثوا عليها إذن إخواني الكرام الأمر واضح بأن المؤسسة العسكرية أدانت نفسها بنفسها بالله أمس يقولوا يتباهون بأنه أنه السلطة والدولة استجابت لمطالب الجماهير ورهي سجنت هؤلاء واليوم اليوم هؤلاء يخرجون وطبعا كان متوقع جدا لأنه التوجه كما قلت أنه توجه في الإنقلاب على مسار القيادة صالح ولذلك المؤامرة أمرة في نظرهم هي مؤامرة ضد القيادة صالح وليس ضد المؤسسة العسكرية وغدوة لو تحد شيء آخر ستصير تهمة أي شخص آخر ممكن يتهم أنه يتأمر على شينغريحة يروح شينغريحة يجي وحده آخر يزيد يدير فيه كما دير فيه لوله هكذا وهذا يجعل المؤسسة العسكرية في خطر حقيقي فيها إساءة المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية ضيعت صمعتها الشيء اللي اكتسباته آتوا في المرحلة السابقة راه يتضيع فيه اهتباعا وصارت أصلا في خطر عندما يحدث شرخ كبير ما بين الشعب والمؤسسة العسكرية هذا يهدد المؤسسة العسكرية كثيرا جدا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر